شارك وزير الخارجية سامح شكري في فعاليات اجتماع وزراء خارجية دول تجمع بريكس في روسيا وألقى كلمتين خلال جلستين تناولت إحداهما سبلة عزيز التعاون بين دول البريكس وموقف الدول التجمع تجاه القضايا الدولية والإقليمية تناولت الجلسة الأخرى صيغ التعاون مع الدول الشركة للتجمع خلال كلمتين جدد شكري موقف مصر الثابت والداعي لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار وقيام إسرائيل بالكف عن انتهاك القانون الدولي الإنساني وضمان حمايتها للمدنيين حذر شكري من العواقب الوخيمة للعدوان الإسرائيلي في رفح الفلسطينية مطالبا إسرائيل بتوفير الظروف المواتية للوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح نوى شكري لجهود مصر الحالية للوساطة ودعم جهود إعادة الإعمار